نروح لنادي بيرميدز اللي عنده مواجهة مهمة جداً أمام إنوجو رينجرز النيجيري يوم الحد اللي جاي إن شاء الله في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية من جانبه أعلن جهاز الفني بقيادة الفرنسي سباستان ديسابر قائمة الفريق اللي هتسافر إلى نيجيريا في العشرة صباح اليوم وده استعداد للقاء إن شاء الله وبتضم القائمة 22 لعب هم في حراسة المرمى أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعذور في خط الدفاع رجب بقار محمد حمدي وأحمد أيمان منصور وعلي جبر والطارق طاها وولفرد كانون وعبدالله بكري في خط الوسط أحمد نبيل دونجا ومحمد فتحي عمر جابر أحمد توفيق إسلام عيسى وإبراهيم حسن ومحمد فاروق وإيريك تراوري وعبدالله وعبد اللومالة في الهجوم جون أنتوي محمد ودود الجباس وعمر العيوني غادرت البعثة إلى نيجيريا على متنة طائرة خاصة اليوم استعدادة لمواجهة إنوغو رينجرز في بداية مشوار دور المجموعات من كأس الكونفدرالية وبيتضرب فريق القرى في بيامتز في نيجيريا يومي الجمعة والسبت إن شاء الله كان خسر بيامتز النقطتين يمكن في صراعه على قمة الدوري في المباراة الأخيرة يعني بعد التعادل أكيد اللي جابت 2-2 أمام أسوان اللي قدم بمنتهى الأمانة مباراة قوية جدا مع كبتر مجد عبدالعطي مباراة يعني قوية جدا مباراة هامة لأسوان بصراحة بيامتز اللي هيطلع يقول لي أن هل بيامتز هو نفسه بتاع السنة اللي فاتت أعتقد من النتائج بينه من الشكل بين كل ده بيبان للناس يعني مش محتاجين نطلع نقوله كل الناس أكيد اللي بتتابع أكيد عارس بيامتز ولكن في مشواره في الكونفدرالية إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق اشتركوا في القناة